انا بصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظة المحافظة الجنوبية لحضور حفل تخريج الفوج الرابع عشر من طلبة الجامعة الاهلية بحضور مجلس إدارة الجامعة ومجلس الأمناء وعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأولياء أمور الطلب الخريجين وقد نقل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة تحيات وتهنئة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للخريجين وأولياء أمورهم وتمنية سموه لهم باستمرار النجاح والتفوق في مسيرتهم المستقبلية وأكد سمو أن الاهتمام بالقطاع التعليمي وتطويره يشكل أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في جميع برامجها وخططها التنموية وأنها تحرص على أن يكون التعليم في مملكة البحرين مواكبا لأحدث النظم العلمية والتعليمية في العالم وقال سمو أن مملكة البحرين وهي تحتفل هذا العام بمئوية التعليم تفتخر بما وصل إليه قطاع التعليم مختلف مراحله من تطور شامل يتواكب مع ما تشهده المملكة من نماء في مختلف أوجه الحياة والتي كان للتعليم سامه البارز والمؤثر فيما وصلت إليه المملكة من تطور ونجاح على المستويات كافة في ظل ما للعلم والتعليم من قيمة وأثر في قيادة الأمم والشعوب نحو التقدم والنماء وأشهد السمو بالدور الفاعل الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مسيرة التعليم في البحرين والذي يلقى كل الدعم والإسناد من جانب الحكومة إيمانا بهميته في تعزيز البيئة التعليمية ورفض قطاع التعليم بالموارد والإمكانات اللازمة لتطويره بما يدعم جهود المملكة في مجال التنمية البشرية وتنشئة أجيال واعدة تساهم بفعالية في جهود النماء والتقدم في مختلف المجالات ونوها سمو بما تمثله مسيرة الجامعة الأهلية من نموذج للإصرار والعزيمة على تحقيق أعلى المستويات والمراتب العلمية المتقدمة في التصنيفات الوطنية والعالمية من خلال ما تولي من حرص على تأهيل طلابها وصقل مهاراتهم العلمية والحياتية بمرامج ومناهج دراسية عصرية تجعلهم قادرين على ولوج سوق العمل وهم مرتكزين على قاعدة قوية من المعرفة والعلم الذي يفيدون به أنفسهم ووطنهم وعرب سمو محافظ المحافظة الجنوبية عن خالص التهن والتبركات للخريجين وأسرهم بهذه المناسبة مشيدا بجهود قيادات الجامعة وكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية وأكيدا سمو همية أن يدرك الطلاب أن التخرج ليس نهاية المطاف وإنما هو بداية لمرحلة جديدة تحتاج إلى استمرار المثابرة والجهد والاستزادة من العلم والمعرفة الذي يسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يمكنهم من أن يكونوا أكثر نجاحا وتفوقا في حياتهم العملية من جانبي توجه البروفيسور الدكتور عبدالله بن يوسف الحواج الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية رئيس مدس الأمنا في كلمة له بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله برعاية حفل تخريج الفوج الرابع عشر من طلبة الجامعة قائلا إنها لمناسبة جليلة تلك التي تجمعنا في هذا الرحاب الرائع ونحن في معاية قائد ملهم وراعي مسيرة وصانع نهضة من ناحيته أكد الدكتور منصور العالي رئيس الجامعة الأهلية في كلمة له أن الجامعة الأهلية منظومة تعليمية ومعرفية بفضل الدعم والرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قطعت خطوات كبيرة على مختلف الأصعد التعليمية والبحثية والمجتمعية معربا عن خالص الشكر والتقدير والعرفان لسموه على رعايته الكريمة للحفل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة